قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء إلى أسرتي شهيدي الوطن محمد عبيد الحمودي وزايد علي الكعبي الذين استشهداء خلال أدائهما واجبهما الوطني في عملية عادة الأمل ضمن صفوف التحالف العربية الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف على الشرعية في اليمن وأعرب سموه خلال الزيارتين التي قام بهما لمجلسي العزاء في كل من مدينة دبل حصن التابعة لإمارة الشارقة ومنطقة مربح في الفجيرة أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرتي شهيدين البطلين وأكد سموه اعتزاز وفخر شعب الإمارات بأبنائه الأبطال الذين يقدمون البطولات والتضحيات العظام وأضاف سموه أن الوقفة التاريخية التي وقفتها أسر وأهالي شهداء الأبطال هي وقفة عز وشموخ ترجمة نانسي قنقر